يا هلا والله بنات كيف حالكم وإخباركم إن شاء الله تكونوا طيبين سبعة كامل رح أصحى الساعة 7 الصباح بالنسبة لي هذا التحدي مرة حلو لأنه أنا صراحة مرة جوي إني أصحى الصباح وأفطر وأسوي أشغالي عن هذا الفيديو بالتعاون مع قناة الجميلات رح أطلقكم روابط قناتهم تحت بصندوق الوصف أطلقكم ترجمة نانسي قنقر حقije رح أخطي حقق حقا قلقك قررت احط مناكير بسبعين ان هذا مرة عجبني بس شكره فاضي لان مرة هركته احلى لون صراحة بالدنيا رح استخدم هذا الشفاف احسه مرة حلو ويخلي الاضافر كده فيها حيوية اشتركوا في القناة مرحبا عمر مو راضي خليني اذاكر ليش كذا يا عمر ليش عد الله اوه يناس ويناس اشتركوا في القناة 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 طيب راح نضيف اللي هو دقيق الشوفان او الشوفان المطحون هو نفسه اعتقد دقيق الشوفان هو نفس الشوفان المطحون وهنا بيكن صادة وهنا بيكن بودر راح لا 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 خيلوا بنات اتوقعت اني صور صورت كل شي وقادت كلنا موات فلسف انا عموم حطيتها بالصينية وحطيت من هذا الشوكولاتة اتوقعت هذا الشوكولاتة اللي هي داك بسطلت بالحليب لكن حطيت شي مرة بسيط داخل التهر الخليط وخلطته رشيت عليها شوية شوفان عشان توحيلي انها مرة صحية موسيقى 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 مره 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 اه كسلانا اول يوم اثاني يوم مره عجبوني انجزت فيهم اشياء مره كثير لكن اليوم حاسب جد اني مره اتعبانا ممكن الشيء الوحيد اللي خلاني مره اتعب اليوم بالمره بالقوة صحيت اه لان امس عمره الله يهديه اه ما عرفوش فيه اه كان صاحي طول الليل مو طول الليل يعني اليوم تقريبا اثنين ونصف الليل والله بلا يا بنات طول الليل وانا اقول ايش خلاني اسوي هذا التحدي خلاص رح انسدح وامسك جوالي وتصفح ابشعاته الانستجرام اليوم ما يجيني النشاط ويصير اقوم افطر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه مرة جميلة مرة جميلة مرة جميلة صدقون من زمان من زمان على السوق آخر مرة نزلت المون وقت كنت بجدة هذه مرة جميلة تشعر هذه البلايز مرة جوية باللبس مرة جميلة هذه الألعاب لكن أحسن أن تكون مجموعة مرة جميلة لو اثنين بعض أحسن مرة جميلة مرة جميلة مرة جميلة مرة جميلة الملاعق والشوك تجي معاه المنديل مرحل الحفلات كده كفل الخبز هذا مره يشهي نفس اللي كفلام الكرتون طبعا أنا جاي عشان اللي هو خبز البريوش هذا الصغير صوروا يعني أحلب كثير من هذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر